مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله نستعرض وإياكم لأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع يوم الأحد استقرار على الأجواء وكذلك يوم الاثنين لكن ليلة الاثنين على الثلاثة والثلاثة وحتى يوم الأربعاء أجواء غير مستقرة ثم تعود للاستقرار يوم الخميس مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شاهل غزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الجي الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ باستعراض الأيام هذا الأسبوع بدءا من يوم الأحد يوم الأحد أجواء مستقرة ارتفاع قليل على درجات الحرارة المناطق الشمالية بتكون 20 العظمى والصغرة بحدود 13 المرتفعات الوسطى 16 عشرة المرتفعات الجنوبية 16 تسعة والأغوار البحر الميت 25 إلى 15 وخليج العقبة 25 إلى 16 والبادية الجنوبية الشرقية 20 إلى 11 والبادية الشرقية 19 إلى 9 بشكل عام أجواء الحرارة تقريبا حول المعدل أو آلة من المعدل بقليل لكن الأجواء تميل للبرود ليلا يوم الأثنين إن شاء الله وخاصة في فترة مع بعض العصر والمساء والليل تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة أجواء غائمة جزئيا وتسقط بعض الظهر وبعض العصر والمساء والليل زخات رعدية من المطر العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 20 والصغرة 12 المرتفعات الوسطى 17-9 المرتفعات الجنوبية 16-7 الأغوار البحر الميت 26 إلى 15 وخليج العقبة 26 إلى 14 مع سقوط زخات متفرقة من المطر والبادية الجنوبية الشرقية 20 إلى 8 والبادية الشرقية 20 إلى 9 درجات مئوية يوم الثلاثة انقفاض على درجات الحرارة أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية متفرقة من المطر بين الحين والآخر المناطق الشمالية 18 إلى 13 والمرتفعات الوسطى 15 إلى 10 والمرتفعات الجنوبية 12 إلى 6 والأغوار البحر الميت 24 إلى 14 وخليج العقبة 24 إلى 13 والبادية الجنوبية الشرقية 16 إلى 8 والبادية الشرقية 17 إلى 7 درجات مئوية يوم الأربعاء استمرار الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا مع استمرار سقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر المرتفعات الشمالية 16 إلى 14 المرتفعات الوسطى 12 إلى 11 والمرتفعات الجنوبية 10 إلى 8 والأغوار البحر الميت 22 إلى 12 وخليج العقبة 21 إلى 14 والبادية الجنوبية الشرقية 14 إلى 8 والبادية الشرقية 16 إلى 7 درجات مئوية الخميس تستقر الأجواء مرة أخرى وترتفع درجات الحرارة قليلا وتصبح الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا والحرارة العظمى في المناطق الشمالية 17 والصغرى 13 المرتفعات الوسطى 14 إلى 11 والمرتفعات الجنوبية 13 إلى 7 والأغوار البحر الميت 24 إلى 14 وخليج العقبة 23 إلى 14 والبادية الجنوبية الشرقية 17 إلى 7 والبادية الشرقية 15 إلى 8 درجات مئوية يوم الجمعة ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها أجواء مشمسة بشكل عام يتخللها ظهور بعض السحب لكن الأجواء تميل للبرود بالليل بحيث تصبح باردة نسميا والحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 19 والصغرى 13 المرتفعات الوسطى 16-8 والمرتفعات الجنوبية 15-8 والأغوار البحر الميت 26 إلى 16 وخليج العقبة 26 إلى 14 والبادية الجنوبية الشرقية 18 إلى 8 والبادية الشرقية 17 إلى 8 درجات مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن LG الرؤية الحديثة مختبرات ميدلابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله